كمان وحنا بنتكلم على المشاهد دي في مشهد تاني وهو استقبال وزيرة السياحة السابقة دكتورة رانيا المشاط واللي أصبحت طبعا وزيرة التعاون الدولي الحالية استقبالها لدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار وبردو التسليم وتسلم بتطلعه على الملفات الموجودة في الوزارة تصريح برضو لدكتور خالد العناني لازم نقف عنده أنه قال أنه جاي عشان يكمل ويبني على ما تحقق من نجاحات في هذا القطاع الحاوي خاصة أن الحمد لله مصر استعادت مكانتها السياحية عالميا ويمكن دي الصورة اللي بنتبحها مع حضراتكم أثناء طبعا استقبال دكتورة رانيا المشاط لدكتور خالد العناني كل التوفيق طبعا للوزراء الجدد وكل التحية والتقدير للوزراء الغدروا مناصبهم تحملوا المسئولية في ظرف صعب قدروا أنه هما يحققوا نجاحات طبعا إحنا أملنا وطموحنا كبير أنه نستكمل ما تم ويبقى عشرين عشرين إن شاء الله وش الخير علينا جميعا بإذن الله تعالى